عايز اكمل معاكو بقية تصريحات مارسي الكولر في المؤتمر صحف عشان فيها ايضا كلام مهم جدا فيما يخص غياب محمد الشناوى ومحمد عبد المنع من النهاردة قال ان هو سأل الشناوى عن رغبته في الراحة وبعد كده منحته الراحة وبعد كده عاد من اصابة لانه عاد من اصابة مؤخرا اصابة في القدم وقال محمد عبد المنع ما بيتدربش من ثلاثة ايام بسبب اصابة في الكاحل كان فيه كلام ان محمد عبد المنع من اداء عشان الاحتراف في الكلام ده هجيلكو انا على تفاصيل العقد اللي جايله من نيس الفرنسي بس هو الراجل بيقولك ان هو محمد عبد المنع من غيابه بسبب الاصابة احنا تعودنا على مارس الكولر انه لا يجذب لا يجذب لو من دايما اللعب هيقولك انه لا اسباب لا اي اسباب اخرى يعني طيب لما تسأل عن عدم مشاركة افشا قال احنا فوزنا اربعة لشيء بدونه وليه بتسألني عن مشاركة افشا انا كسبان اربعة بصراحة منطقي يعني ده مش معناه انه افشا لعيب قليل بس لما المداري بكسبان اربعة لشيء فخلاص يبقى هو عمل كل حاجة صح لو الغلب او النتيجة سلبية فطبيعي انك تسأله عن لعيبة مشاركتش مشاركتش ده ليه افشا كان هيفرق كتير مع الفريق انا كسبان اربعة فمتسألنيش بقى امي اللي اوي ما لقبش ماشي بسألوه عن التعاقدات في المؤتمر الصحفي قال انا مساعد حتى الان بالتعاقدات وارغب في تدائمات قوية لكن دي مش مسئوليتي دي مسئولية ادارة النادي تخيل كل اللعيبة الحلوة دي ولسه كلر موصلش لكامل السعادة